أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بقطع القهرباء في المحافظة وقال محافظ شمال سيناء أن الدولة تهتم بتنمية وتعمير السيناء في شتى قطاعات خاصة قطاع القهرباء مضيفا أن الدولة تولي اهتماما بكرة الشيخ زويد ورفح ودعمها بمحاولات مختلفة القدرات وخطوط القهرباء ذات الجهد المنخفض والمتوسط